يوجد الهجوم الجوي على قاعدة التنفض وطل الجمهورية على الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار سياسته إزاء ما يوصف بردع إيران فما هي السيناريوهات المحتملة إزاء ذلك وكالة بلومبرغ ترصدها في العرض التالي بايدن يعاني ضغوطاً لبنجهة إيران بعد سقوط جنود تحت هذا العنوان كتبت وكالة بلومبرغ تقريراً ترصد فيه السيناريوهات المحتملة للرد الأمريكي بعد الهجوم الذي سقط فيه جنود أمريكي شمال شرق الأردن أحد الاحتمالات المقترحة هو تنفيذ واشنطن ضربة من دون تبنيها مع إرسال رسالة واضحة بهذا الصدد الوكالة تعتبر أن الرد الأمريكي سيكون واحداً من أكثر القرارات أهمية طوال رئاسة جو بايدن وحول ذلك تضح أن الرئيس يريد معاقبة مرتكبي الهجوم وردع إيران لكن من دون أن يضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة معها مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدم حدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية واستوتر المتصاعد في البحر الأحمر أكثر من ذلك تعتبر بلومبرغ أن أي تصعيد سيهدد بإفشار الجهود الأمريكية للتواصل إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس الذي أجج التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال تقريرها تستعرض الوكالة الضغوط الجمهورية التي يخضع لها بايدن لاتخاذ إجراء مباشر ضد إيران متهمينه بتبني موقف خجول لردع ما يصفونه بوكلاء تهران بلومبرغ تنقل عن محللين قولهم أن الولايات المتحدة على وشكل جرار إلى مزيد من الصراع الأقليمي بصرف النظر عن راتي بايدن على الهجوم الأخير لسيما وأن طهران أصبحت أكثر جرأة كما يفيد مشرعون جمهوريون الوكالة تختم بالقول أن السيناريو الوحيد الأقل احتمالاً على طاولة البيت الأبيض هو صحب القوات الأمريكية من الأردن وسوريا والعراق حيث تتمركز منذ سنوات في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش وفي السياق والحديث بشكل أوفى بشأن آخر تصريحات الحكومة العراقية بهذا الشأن تنظم إلينا من بغداد مراسلة الشرق من نتالة ظاهر أهلاً وسهلاً بك من نتالة معاي في هذه النشرة بداية ما هي آخر المستجدات هناك بيان للناطق باسم الحكومة العراقية حول ما حدث في التنفي يوم أمس ما هي التفاصيل منها؟ تحياتي عبد الله الحكومة العراقية أصدرت بياناً على لسان ناطق باسمها باسم العوادي الذي قال إن العراق يستنكر ما تعرضت له الحدود السورية الأردنية من هجوم ليلة أمس أسفر عن مقتل جنود أمريكان إضافة إلى أن الحكومة العراقية في معرض بيانها قالت إن العراق مع التهدئة وإحلال السلام في المنطقة ويسعى لإيقاف دوامة العنف التي لها تأثيرات وانعكاسات خطيرة على أمن وسلام المنطقة في هذه الفترة وخاصة لها انعكاسات وتأثيرات على الاقتصاد وإضافة إلى على جهود الحلفاء الإقليميين في إيقاف دوامة الإرهاب والعنف وكذلك تجارة المخدرات أيضاً العوادي في بيانه الحكومي قال إن الحكومة العراقية لها مخاوف وقلق من هذه الهجمات المستمرة والتصعيد المستمر وأن الحكومة العراقية تقف بالضد من هذه الاستهدافات المتكررة التي لديها انعكاسات كبيرة على مستقبل الطاقة والتجارة والاقتصاد في العالم إضافة إلى ذلك أن العراق دائماً يقف جنباً إلى أن جنب مع الدعوات الدولية لوقف دوامة العنف التي تجري وخاصة ما يحصل في الأراضي الفلسطينية قبل الدخول بهذه المداخلة المباشرة عبدالله كنا نتحدث مع أحد المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى قال إن هناك مساعي دبلوماسية عراقية حثيثة تقودها الدبلوماسية العراقية من أجل مساعي لعقد اجتماعات مع وزراء الخارجية العرب سواء إن كان في العاصمة المصرية القاهرة أو حتى في العاصمة الأردنية عمان من أجل الوصول إلى صيغة حل وتفاهمات لإيقاف ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من حرب امتدت إلى أكثر من مئة يوم وليس هناك أي مبادرات سواء إن كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات والمجازرة التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين وكذلك كما وصفها هذا المسؤول العراقي رفيع المستوى قال إن الأساليب التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي أساليب فاشية لا يقبلها أي مجتمع دولي وإن العراق يسعى لإيقاف دوامة العنف التي وضعت العراق في حراجة خاصة مع شركائه الدوليين وهناك انتهاكات متكررة تتحملها الحكومة العراقية وهي لا تريد أن تقع في منزلق خطير وخاصة منزلق الحروب والهجمات نعم منتلة ظاهر مراسلة الشرق من بغداد لك جزيل الشكر